موسيقى أهلا بكم أحبائي في هذا البرنامج الجديد ونحن نتناول فيه مجموعة من المفردات الكتابية والتي يحتاج للإنسان أن يفهمها وأنا أحاول بتواضع شديد أن أقدم ما أراه أنه حق حول هذه الكلمات والموضوعات في هذه الحلقة أتناول معك موضوع الفداء الفداء كلمة محبوبة وغالية وكلمة مهمة تتكلم عنها الديانات المختلفة والعقائد والنحل حول العالم الكل يقول الفداء أفديك برأبتي أفديك بعمري الناس في معاملاتها تتكلم كثيرا وهي لا تفهم أو لا تقصد المعنى ولماذا ظهرت كلمة الفداء لأنه من نتائج السقوط الرهيب اللي حصل في جنة عدن موضوع اسمه العبودية العبودية للخطية العبودية للذات العبودية للشيطان العبودية لنظام العالم العبودية للشهوات العبودية للمخدرات قيود كثيرة يستخدمها العدو يعزف على وطر الشهوة علشان يذل الإنسان ويربط بيه ويطوح به إلى الأبدية التعيسة وماذا عمل الله أمام هذا العبد وما هو سبب العبودية في كلمة الله وفي الاختبار العام للبشر يوجد سببان في كلمة الله لموضوع العبودية متى يكون الإنسان عبد نمرة واحد الإنسان عبد بسبب الدين مديون أخطر قضايا على طول فيها يدفع الحبس هي قضايا الشيكات عليك دين كبير فاي بلد في العالم ما فيش هزار في المواضيع دي فأنت مديون سدد الدين ما تقدرش تسدد في حبس تقييد الحرية عبودية السبب التاني للدين السبب التاني للعبودية اللي بتقولهن كلمة الله والاختبار هو الأسر أو السبي وجود شخص قوي أصرني وهزمني وقادني إلى أن أكون له عبدا والفكرتين دول الدين والأسر قدمتهم كلمة الله ببساطة شديدة في حادثتين في سفر الملوك التاني أصحاح أربعة وأصحاح خمسة في أصحاح أربعة تقول كلمة الله صرخت امرأة من النساء بين الأنبياء لأليشع وقالت له عبدك زوجي كان أخاف الله وقد جاء المرابي ليدي فلوس بالربح زوجي جاء المرابي ليأخذ ولدي له عبدين يعني متسدد الدين يا إما ولادك هم أخذهم عبيد عندي إذن الدين مرتبط بالعبودية لكن السبب التاني جاء في ملوك التاني خمسة لما بيقول الوحي قام الأراميون غزاتا وسبوا من إسرائيل فتاتا فكانت بين يدي مولاتها ما كانتش برنسيسة أميرة لكن كانت أمة جارية في بيت وزير الحربية أو قائد الجيش نعمان السورياني إذن العبودية لها سببان الدين والأسر ونحن عبيد للخطية بعد السقوط بسبب الدين عبيد للشيطان أيضا بسبب الأسر هو قهرنا وغلبنا وكمان إحنا مديونين للخطية من يسدد الدين محدش يقدر يدفع عني محدش يقدر يسدد وما في حاجة تنفع ما في حاجة تنفع الجرم كبير والشر أصيل موضوع أكبر من طاقاتنا جاء الله في المسيح قدم نفسه لأجلنا وسفك الدماء وقال أنا أسدد قال أنا أوفي ووفى الدين ليس بالأموال لكنه بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس إذن سداد الدين كان عن طريق دفع حياة المسيح لنفسه عن طريق الموت صلبا ليست القصة هي موضوع الآلام الجسدية فقط لكن الآلام النيابية الكفارية اللي حصلت في الثلاث ساعات الظلمة فأحضر لنا الفداء يقول دخل إلى الأقداس بدم نفسه فوجد فداء أبديا سدد الدين القديم سدد كل ديون الخطية لكنه عمل عملا آخر عمل الجميل الكبير أنه ذهب إلى الشيطان في عقر داره وصحق رأسه مر قال لا يستطيع الإنسان أنه ينهب بيت القوي إن لم يأتي الأقوى ويقيده وينهب بيته مسيح دخل باعتباره القوي في معركة الصليب وتم الفكر الإلهي الصحيح المبارك عندما صحق رأس الحية القديمة إبليس يصحق رأس الحية صحق رأسه ويقول الكتاب في كلوسي 2-14-15 هذه الكلمات الجميلة اسمح السك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب طب عمل إيه للشيطان يقول لنا الكتاب إذ جرد الرئاسات والصلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه الشيطان أصبح عبد زليل يقول الكتاب في عبرانيين 2 لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية ما أروح هذا الأمر لقد سدد الدين ليس بالمال لم يفي بالمال ديني سدد الدين بدمه دم ألبه أنا مديون له مديون له بعمري كله حياتي كلها لماذا؟ لأنه حررني من العبودية بسبب الخطية وحررني من العبودية بسبب صحقه لرأس الحي القديم إبليس أطلقني زي ما بتقول الترنيمة وهجم الرب ودك السجن وكسر القيدة وأطلقني وصحق عدوي وداس مذلي وفك إثاري وحررني تقول كلمة الله إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا ليأكد لنا هذا الكلام هذا الكتاب العظيم اللي قدامي بيقول تعرفون الحق والحق يحرركم ما أرواح هذا إن هذا الفادي العظيم قال عنه بولوس الرسول في أفاسس واحد الذي فيه لنا الفداء بدمه ما أرواح هذا الأمر كريمة هي فدية نفوسكم فغلقت إلى الظهر أنا مفدي أنا أفرح أنا أتهلل بين الناس أنا أشيع هذا الخبر الجميل بفرحة وأنا سعيد لأنه أعطاني أن أشاركك بهذا الفكر لما أتبح حيوانا علشان أفدي نفسي لما أقدم ملايين من العملة المحلية علشان أفدي نفسي علشان أبني دور عبادة علشان أطعم الفقير هذه كله أعمال صالحة طيبة يمكن أن تنتج بعد الفداء ربي دينا نعمة أنك ترمي نفسك على المخلص الفادي الحقيقي الرب يسوع المسيح الذي له كل المن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر